موسيقى السلام عليكم ورحمة الله يقول ربنا جل وعلا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويقول عز سلطانه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى ويقول عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ويقول جل شأنه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه وبعد رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا صلة الرحم تهون الحساب يوم القيامة يقول ربنا جل وعلا والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب صلة الأرحام جواب رب العالمين يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين هكذا أجاب الله عز وجل حين السؤال عن النفق يقول القاضي عياض رحمه الله لا خلاف أن صلة الرحم واجبة في الجملة وقطيعتها معصية كبيرة عن قتادة رضي الله عنه في قوله تعالى والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل قال ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اتقوا الله واصلوا الأرحام فإنه أبقى لكم في الدنيا وخير لكم في الآخرة أخرج ابن جرير وابن المنذري وأبو الشيخ عن ابن جريج في قوله ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل قال بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لم تمشي إلى ذي رحمك برجلك ولم تعطه من مالك فقد قطعته قول ربنا إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى فسر ابن عباس إيتاء ذي القربى بصلة الرحم بأن نعطيهم من فضل ما أعطان الله إن كانوا من أهل الحاجة وفسر بعضهم قول ربنا وفعلوا الخير قال فعل الخير صلة الأرحام هذا في قول ربنا عز وجل وعبدوا ربكم وفعلوا الخير وقال الله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم وفي هذه الآية الكريمة يقول الإمام الطبري رحمه الله هؤلاء الذين يفعلون هذا يعني الذين يفسدون ويقطعون الأرحام الذين لعنهم الله فأبعدهم من رحمته فأصمهم بسلبهم فهم ما يسمعون بآذانهم من مواعظ الله عز وجل وأعمى أبصارهم بمعنى سلبهم عقولهم فلا يتبينون حجج الله سبحانه ولا يتذكرون ما يرونه من عبره وأدلته أعاذنا الله وإياكم من القطيع عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم هذا مقام العائذ بك من القطيع قال نعم أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك قالت بلى يا رب قال فهو لك صلة الأرحام تستجير بالله خشية أن تهمل وتترك فوعدها الجليل جل جلاله هذا الموعد العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم الحديث رواه البخاري ومسلم وعن نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم رواه الترمذي وهو حديث صحيح والمعنى أنه إن كان هناك ذنب يستحق أن يعجل الله عز وجل له العقوبة ويعجلها لفاعله في الدنيا عدى العقوبة الأخروية فهو الظلم وقطع الأرحام وما هذا إلا لكون هذا الذنب كبيرا عند الله عز وجل وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله أنا الرحمن وهي الرحم شققت لها اسما من اسمي من وصلها وصلته ومن قطعها بتته بتته يعني قطعته رواه أبو داود وهو حديث صحيح وفيه إشارة إلى أن قطع الرحم ناتج عن انعدام الرحمة من قلب الإنسان فالقاطع لا رحمة في قلبه إن صلة الأرحام علامة على الإيمان بالله عز وجل فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت رواه البخاري الأرحام هم الأقارب من جهة الأم ومن جهة الأب فالآباء والأمهات والأجداد والجدات أرحام وأولادهم من ذكور وإناث وأولاد البنات كلهم أرحام وهكذا الإخوة والأخوات وأولادهم أرحام وهكذا الأعمام والعمات والأخوات والأخوات وأولادهم أرحام كل هؤلاء يشملهم قول ربنا جل وعلا وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض لا تقل فلان أصله ولا يصلني أتصل به فلا يعاود الاتصال بي أزوره فلا يبادلني الزيارة فأنت إذا أردت أن تنال عند الله شرف هذه الصفة فتوصف بالواصل للرحم فلتعلم أنها لا تنال بصلتك لمن يصلك بل تنال بصلتك لمن يقطعك فعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها رواه البخاري إن صلة الرحم تضيف إلى أعمالنا معنى آخر ووصفا لا يمكن تحقيقه بدون الصلة فعن سلمان بن عامر الضب رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذر رحم اثنتان صدقة وصلة رواه النسائي وهو حديث صحيح وعن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أفضل الصدقة الصدقة على ذر رحم الكاشح رواه أحمد وهو حديث صحيح في هذا الحديث الشريف وصية نبوية للحث على أجر كريم وهو الصدقة على ذر رحم الذي يضمر العداوة الكاشح الذي يضمر العداوة لنا إن لم تجد مالا تواسي به الفقير من أرحامك فلا تضيع فرصة الدعاء له ففي الحديث دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل رواه مسلم لا تحقرن من المعروف شيئا إن المكالمة الهاتفية أو الرسالة المكتوبة أو السؤال عن أرحامك في غيابهم بقصدر طمئنان عليهم كله من الصلة فلا تضيع شيئا فإن وجوه الخير كثيرة لقد كانت صلة الرحم من الأخلاق المهمة المعروفة حتى قبل الإسلام ألم يكن أول ما أخبرت به أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رجع عليها من الغار يرجف فؤاده الشريف صلى الله عليه وسلم ألم يكن قولها له كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم فوصفته أول ما وصفته بالصلة في إشارة منها إلى أن الواصل لا يخزيه رب العالمين ولا يذله ولا يهينه روى الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ أي يؤخر أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه يقول الإمام النووي رحمه الله والأثر الأجل لأنه تابع للحياة في أثرها وبسط الرزق توسيعه وكثرته وقيل البركة فيه والتأخير في الأجل هذا فيه سؤال مشهور على ألسنة الناس هو أن الآجال والأرزاق مقدرة لا تزيد ولا تنقص يقول ربنا فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون فكيف يزاد في الأجل وقد أجيب عن هذا بأن الصحيحة من معنى هذا أن هذه الزيادة تكون بالبركة في العمر والتوفيق للطاعات وعمارة الأوقات بما ينفع في الآخرة وصيانتها عن الضياع في غير ذلك وقيل إن المراد بقاء ذكره الجميل بعده فكأنه لم يمت نسأل الله عز وجل أن يرحمنا لما احتضر المهلب بن أبي صفرة أوصى بنيه فقال أوصيكم بتقوى الله وصلة الرحم فإن تقوى الله تعقب الجنة وإن صلة الرحم تنسئ في الأجل وتثر المال وتجمع الشمل وتكثر العدد وتعمر الديار وتعز الجانب وأنهاكم عن معصية الله فإنها تعقب النار وإن قطيعة الرحم تورث القلة والذلة وتفرق الجمعة وتذر الديار بلقعا بلقع يعني خالية وتذر الديار بلقعا وتذهب المال وتطمع العدو وتبدي العورة يا بني قومكم قومكم إنه ليس لكم عليهم فضل بل هم أفضل منكم إذ فضلوكم وسودوكم يعني جعلوكم سادة وبلغوا حاجاتكم لما أردتم وأعانوكم فلهم بذلك حق عليكم وفضل عندكم لا تستطيعون تأدية شكره ولا تقومون بحقه فإن سألوا فأعطوهم وإن لم يسألوا فابتدئوهم وإن شتموا فاحتملوهم وإن غشوا أبوابكم فلتفتح لهم ولا تغلق دونهم يا بني إني أحب الرجل منكم أن يكون لفعله الفضل على لسانه يعني أن يكون عمله أكثر من قوله وأكره للرجل منكم أن يكون للسانه الفضل على فعله يعني أن تكون أفعاله أقل مما يتكلم يا بني اتقوا الجواب وزلة اللسان فإني وجدت الرجل تعثر قدمه فيقوم من عثرته وينتعش منها ولكن يزل لسانه فيوبقه يعني يسقطه وتكون فيه هلكتها يا بني إذا غدى عليكم رجل أو راح فكفى بذلك مسألة يعني أن يقف الرجال عند بابكم فيسألونكم هذا أمر عظيم يعلي شأنكم يا بني ثيابكم على غيركم أحسن منها عليكم في إشارة إلى الإكرام أكرموا ودوابكم تحت غيركم أحسن منها تحتكم يا بني أحب المعروف وكره المنكر واجتنبوه وآثر الجود على البخلي واصطنعوا العرب يعني اعملوا للعرب معروفا وأكرموهم فإن العربية تعيده العدة فيموت دونك ويشكر لك فكيف بالصنيعة إذا وصلت إليه في احتماله لها وشكرها والوفاء لصاحبها يا بني سودوا كباركم اجعلوا كباركم سادة وعرفوا فضل ذوي أسنانكم كبار السن منكم اعرفوا فضلهم ومقدارهم تعظموا به وارحموا صغيركم وقربوه وألطفوه واجبروا يتيمكم وعودوا عليه بما قدرتم وخذوا على يدي سفهائكم يعني امنعوا سفهائكم من فعل السفاهة وتعاهدوا فقراءكم راجعوهم وانظروا في أحوالهم وجيرانكم بما قدرتم عليه ومن كلام سيدنا علي انكرم الله وجهه قوله أكرم عشيرتك فإنهم جناحك الذي به تطير فإنك بهم تصول وبهم تطول وهم العدة عند الشدة أكرم كريمهم وعد سقيمهم يعني مريضهم وأشركهم في أمورك ويسر عن معسرهم وكان يقال إذا كان لك قريب فلم تمشي إليه برجلك ولم تعطيه من مالك فقد قطعته وقد تقدم ويقال حق الأقارب إعظام الأصغر للأكبر وحنو الأكبر على الأصغر وفي هذا المعنى حديث ولكنه ضعيف هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق كبير الإخوة على صغيرهم كحق الوالد على ولده قال بعضهم وإذا رزقت من النوافل ثروة فمنح عشيرتك الأدان فضلها وَاعْلَمْ بِأَنَّكَ لَمْ تُسَوَّدْ فِيهِمُوا حَتَّى تُرَى دَمِثَ الْخَلَائِقِ سَهْلَهَا دَمِثُ الْخَلَائِقِ يعني حسن الأخلاق وسهلها يعني لين هيّن كريم ورد عن هشام بن السائب أن أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة جمع وجوه قريش وقال لهم إنكم صفوة الله من خلقه وقلب العرب وفيكم السيد المطاع وفيكم المتقدم الشجاع والواسع الباع يعني السخي الكريم لم تتركوا للعرب في المآثر نصيباً إلا أحرزتموه ولا شرفاً إلا أدركتموه فلكم على الناس بذلك الفضيلة ولهم به إليكم الوسيلة والناس لكم حرب يعني جند لكم يعينونكم وهم على حربكم ألب يعني يتجمعون لمحاربتكم وإني أوصيكم بتعظيم الأرحام فإن في صلة الأرحام من سأه في الأجل وزياده في العدد قال عطاء بن أبي رباح رحمه الله لدرهم أضعه في قرابة أحب إلي من ألف أضعها في فاقة قال قلت يا أبا محمد وإن كان قرابتي مثلي في الغناء قال وإن كان أغنى منك قال ميمون بن مهران قال لي عمر بن عبد العزيز لا تصاحب قاطع رحم فإن الله تبارك وتعالى لعنه في آيتين من القرآن في سورة الرعد في قوله تبارك وتعالى وَيَقَطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُّصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ وفي سورة محمد صلى الله عليه وسلم قوله تبارك وتعالى فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ قال عمر بن دينار رحمه الله تعلموا أنه ما من خطوة بعد الخطوة إلى الفريضة أعظم أجرا من خطوة إلى ذي رحم اللهم اجعلنا ممن يصلون أرحامهم ولا يقطعونها يا رب العالمين سائل يسأل يقول أنا أعمل في محل لبيع المواد الغذائية وصديقي يعمل في محل لبيع الألبسة ويصادف أحيانا أننا نبيع وقت الأذان لصلاة الجمعة فما حكم هذا البيع؟ والجواب البيع صحيح ولكنك آثم بهذا البيع وإذا كان المشتري ممن تجب عليه الجمعة فهو أيضا آثم بهذا الشراء يعني العقد صحيح الثمن ينتقل إليك العين المبيعة تنتقل إلى البائع ولكن هذا العقد صحيح مع الإثم وحتى أوضح هذا الجواب أقول الجمعة تجب بسبعة شرائط هي الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورية والصحة والاستيطان الحرية يعني أن لا يكون الإنسان عبدا أو رقيقا طبعا هذا لا يشمل الخادم في زمننا هذا الذكورية معناها أن الجمعة ليست واجبة على الأنثى الصحة معناها أن الجمعة ليست واجبة على المريض الاستيطان معناه أن الجمعة ليست بواجبة على مسافر سفرا تقصر فيه الصلاة وعليه إذا باع من تجب عليه الجمعة لمن لا تجب عليه الجمعة أثم البائع وكره للمشتري هذا الشراء لأن هذا المشتري بشرائه من هذا البائع يساعده على الإثم والله عز وجل يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان طيب إذا كان البائع امرأة والمشتري امرأة فنقول يجوز أن تبيع أثناء صلاة الجمعة لكونها غير ملزمة بالسعي إلى صلاة الجمعة ذلك السعي الذي أمر الله عز وجل به في قوله عز وجل فاسعوا إلى ذكر الله هذا شريطة أن يكون المشتري منها أو البائع لها ممن لا تلزمه الجمعة كالمرأة والصبي والمسافر بمعنى أن المرأة يصح بيعها ولكن المشتري إذا كان امرأة أو صبي أو مسافر فالبيع جائز وإذا كان غير هؤلاء ممن تجب عليهم الجمعة فالبيع جائز ولكن مع الإثم يقول ابن قدامة المقدس رحمه الله وتحريم البيع ووجوب السعي يختص بالمخاطبين بالجمعة فأما غيرهم من النساء والصبيان والمسافرين فلا يثبت في حقهم ذلك فإن الله تعالى إنما نهى عن البيع من أمره بالسعي فغير المخاطب بالسعي لا يتناوله هذا النهي ولأن تحريم البيع معلل بما يحصل به من الاشتغال عن الجمعة وهذا معدوم في حق هؤلاء لأن الجمعة لا تجب عليهم أصلا وإن كان أحد المتبايعين مخاطبا والآخر غير مخاطب حرم في حق المخاطب وكره في حق غيره لما فيه من الإعانة على الإثم هذا كله من كلام ابن قدامة عليه رحمة الله والله تعالى أعلى وأعلم وأجل وأكرم وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وإلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا لهذا اليوم أستودعكم الله وأسأله أن يحفظكم وأهليكم وأن يوفقنا للخيرات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته